اشتركوا في القناة الحقيقة وفقا للقرارة الجمعية التاسعة للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني الذي اعتمد في دسمبر عام 1990 والذي اتمد بموجبة تحديد الأول مصف من كل عام لإحتفاء اليوم العالمي ودفاع المدني تحت شعرات مختلسة تبنائها المنظمة الدولية لحماية المدنية والدفاع المدني ومشاركة الحماية المدنية والدفاع المدني وكذلك تحتفل لدارة العامة الدفاع المدني من مملكة البحرين باليوم العالمي الدفاع المدني في الأول من مارس من كل عام ويهدف اليوم العالم بالدفاع المدني للتعريف على الدفاع المدني بالمبادئ والخدمات التي تقدمها والعمل وعلى أسطل هام برامج وفعاليات من مضمون الشعارات وذلك رفع مستوى الوعي والتغسير مبادئ السلام العام الى كافة الفئات المجتمع اما السنة فالمنظمة الدولية عطتني الشعار هو سلامة الاطفاء السعودية هو يتضمن كثير من الفطياته كثير من الامور والحقيقة بنكتب به العدد البسيط او القليل منه الحقيقة اولى التوزاة الداخلية اهتمام كبير في وضع خطة طويلة المدهة على حماية الاطفال من بداية من الرياض الاطفال الى المدارس اللي هو الثانوية العامة بدأت الادارة العامة الدفاع المدني بالتعاون مع وزاعة التربية والتعليم بوضع خطة التعليم وتثقيف وتوعية الاطفال من بداية السن اللي هو برياض الاطفال بين زيارات ميدانية وزيارات محاضرات بشكل محاضرات للاطفال وتثقيفهم على تعليمهم على كيفية استخدام الطفعات الحريف كيف تعمل في حالة الطوارئ وكيف ومثل على ذلك نعم اذا تحدثنا عن يعني مضمون هذا الشعار مشعار هذا الاحتفال لكن اليوم تسعى الادارة العامة طبعا لدفاع المدني بتكثيف الحملات التوعوية كيف لمستم او ما مدى عكاس اثرها اليوم على المواطنين والمقيمين الحقيقة وجدنا في منطلق الحرص عفوا منطلق الحرص على تدقيف المواطنين والمقيمين اللي تقوم مليدارة العامة الدفاع المدني من تنفيذ هذه الحملات توعوية موسمية نعم عندنا مثلا ابرز حملة السلامة في السكن المشترك حملة السلامة في الخيام الرمضانية حملة برك السبع حملة السلامة للمركبات وحملة السلامة في البر خلال موسم التخيم وداما ما يلقى هذا الفريق اللي ينطلق حقيقة من بداية المواسم ترحيب وترحيب وكثافة من المواطنين بالتعلم والتدقيب وحقيقة نستلم افصالات كثيرة من المواطنين تعالوا يجمع علموا انه شنسوي فيها الحالة لا يريد الفريق الفلان يجينا ويحضر المحاضرات الفلانية بالاكس وجدنا الوعي من المواطنين وجدنا الحقيقة وجدنا وعي حتى من المسؤولين الاتبار عندنا انهما يحبون انه يشوفون الانتشار السلامة والحماية للمواطنين حتى هذا يحكس على الاقتصاد الوطن ويحكس على رقي المواطنين في الملكة نعم العقيدركن طلال الغالم شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة